مشاهدين عمليات شراء العقارات ربما هنا تتضح الصورة بشكل أو بآخر مدى الاستماتة على تطويق هذه المناطق العقارات في الغوطة تصاعد شراءها بشكل كبير وملفت تقارير المرصد السوري ذكر أن مجموعة أشخاص يعملون لدى تجار ينتمون لميليشيا لواء أبو الفضل العباس يشترون منازل ومحال تجارية في المنطقة اللافت في التقرير أن تلك العقارات من منازل أو محال تجارية غالبا ما تبقى مغلقة بعد شرائها هؤلاء التجار وفق المرصد يحضرون من ريف الميادين شرقي دير الزور ومن أبرزهم شخص يدعى أبو ياسر البكاري البكاري هذا سبق أن اشترى الكثير من العقارات في دير الزور الشرقي في سوريا وبأوامر من عبنان العباس قائد ميليشيا وأبو الفضل العباس تقرير المرصد أيضا ذكر أن مسلحين يمثلون أولئك التجار يزورون بشكل دوري المكاتب العقارية ضمن الغوطة الشرقية للاستفسار عن عقارات للبيع هذا يشير في هذا التقرير لأن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام والمتمثلة في الفرع 277 تواصل عملية استملاك الأراضي والمنازل الخاصة بالمعارضين والذين صدر بحقهم قرار الحجز الاحتياطي اشتركوا في القناة